قال رحمه الله ويسن لمسافر يباح له القصر أي يسن الفطر في رمضان لمسافر وهو من فارق عامر بلده وقيده بقوله يباح له القصر وهو من سافر سفرا بعيدا فخرج به السفر القريب الذي لا يبيح القصر وهذا استدلوا له بجملة من الأدلة منها قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فجاء الله تعالى المسافر مرخوصا عن الصوم ومطلوبا منه في أيام أخر غير التي في سفره واستدلوا له أيضا بما في صحيح البخاري وغيره من حد جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر فنفى أن يكون الصوم في السفر برا وستدلوا له أيضا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من لم يفتر بعد فطره ووجود مشقة الصيام بقوله أولئك العصاه أولئك العصاه وهذا يدل على استحباب الفطر مطلقا في السفر سواء شق الصوم أو لم يشق وهذا معدود من مفردات مذهب الحنابلة ما معنى مفردات مذهب الحنابلة؟ أي الذي انفردوا به عن سائر المذهب الثلاثة الباقية وهو كذلك فإن جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على أنه لا يستحب الفطر إلا عند وجود المشقة في السفر لا يستحب الفطر في السفر إلا عند وجود المشقة وحملوا ما جاء من الأحاديث على حال المشقة وأما حال عدم المشقة فإنهم استدلوا بعموم الأدل للدالة على استحباب المبادرة للطاعات واستدلوا أيضا بأن النبي صام مع شدة الحر كما في الصحيح من حديثها بالدرداء خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بالرواحة وذكر من شدة الحر أن أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر يظلل رأسه بيده من شدة الحر وبحديث حمزة بن عمر الأسلمي في الصحيحين أنه سأل عن الصوم في السفر فقال إن شئت فصم إن شئت فأفضل في حديث عائشة وفي حديث حمزة بن عمر الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي عن سرد الصوم في السفر قال إنما هو رخصة فإن شئت فصم فإن أفطرت فحسن وإن سمت فلا جناح والأقرب من هذين القولين هو ما ذهب إليه الجمهور من استحباب الفطر عند المشقة وأما إذا لم يكن مشقة فالأفضل الصوم نقف على هذا وهذا هو أول أعذار التي ذكرها المؤلف رحمه الله في إباحة الفطر إن شاء الله تعالى كن أكبر صلى الله وسلم على نبينا محمد شكرا